موسيقى صباح الخير لكل المشاهدين باللبنان والعالم برحب فيكم بحلقتنا اليوم من برنامج الحدث اليوم الأربعة 31 تموز 2013 بسرنا أن يرحب بضيفنا بهذه الحلقة الصحافي والكاتب السياسي ناصر شرارة صباح الخير وأهلا وسهلا فيك أستاذ ناصر اليوم التمديد هو الحدث التمديد لقائد الجيش الذي أصبح واقعا من بعد مخاض عسير سنحكي بالتفصيل بتداعيات هذا التمديد خصوصا وأنه من أبرز المستئين من هذا الموضوع كان العماد مشل عون الذي بدأ وكأنه يحارب وحيدا في هذه المواجهة الكل اتفقوا على التمديد إلا العماد عنه سنحكي بتفاصيل العلاقة مع الخصوم ومع الحلفاء مصير 8 أذار ومصير تكتل التغيير والإصلاح الذي طرحت اليوم علامة استفهام ببعض الصحف حول مستقبله سنحكي بطبيعة الحال بأزمة تشكيل الحكومة والمعابقات التي ما زالت تمنع الرئيس تمام سلام من تشكيل حكومته سنحكي أيضا وضع حزب الله حاليا مع كرام حضرتك كنت ذكرته بما قالتك بالأمس بصحيفة الأخبار أنه مستهدف اليوم وخصوصا بالنحية الأمنية لإلهاءه عن المواضيع الإقليمية سنحكي بالأزمة السورية خصوصا مع الكثير من التطورات سواء على الصعيد الميداني على الصعيد السياسي على جبهة الأكراد وأكثر من مؤشر إلى ما يمكن أن تصل إليه هذه الأزمة وأيضا رح نمر على الوضع في مصر لحتى نشوف من خلال ما يجري في مصر ماذا يمكن أن تؤثر الأزمة المصرية على الوضع الإقليمي بشكل عام وعلى لبنان أيضا بشكل خاص قبل ما ندخل بكلها التفاصيل سمحني توقف مع موجز لأخير الأخلوار نحن مشاهدين مباشرة مع زميلة كريستين براحة فيكم مشديد مشاهدينا بصرنا نرحب مجددا أيضا بضيفة سيد ناصر شرارة صحفي والكاتب السياسي أهلا وسلا فيك مشديد سيد ناصر التمديد لقائد الجيش الذي سيصدر بقرار إداري اليوم قبل ما نحكي بالمشاكل السياسية التي أحاطت بهذا القرار ماذا يعني أن يكون تمديد لسنتين لماذا سنتين وماذا يعني تعني هذه المدة حسب صباح الخير أول شيء حسب ما فهمت من الأجواء السائدي أن التمديد لمدة سنتين هو بطلب من العماد أهوجي وهو يقول عن ولاية الأمر العسكري أم ما شيء هو ذات الأمر الذي حدث مع الرئيس نبي برري حينما عرض التمديد على مجلس النواب في البداية كان هناك اتجاه عن رئيس الجمهورية لأن يمدد لفترة ستة أشهر أو أقل حتى أي دون السنة ولكن رئيس الجمهورية تكلم عن ولاية مجلس النواب أنه تحت نصف الولاية يصبح مجلس النواب بموقع أنه موظف وليس سيد نفسه بهذا المعنى فإذا هناك لكل مؤسسة تأليد لها علاقة بالدستورية في مجلس النواب وأمرة عسكرية في قيادة الجيش فيطم مراعاتها من هذه المؤسسات عينها المهم أن التمديد يحصل طبعا لسبب أساسي ووحيد وهو أن القوى السياسية في لبنان عاجزة عن توافق فيما بينها من أجل إنتاج تداول السلطة فلبنان كي لا يذهب على جميع المستقرات على جميع المستقرات على جميع المستقرات فلبنان كي لا يذهب إلى لحظة إعلانه دولة فاشلة فأنه يقوم بتأجيل هذا الإعلان ليسما تتضح الصورة في المنطقة الذي بات واضحا أن الوضع في لبنان مرتبط فيها بشكل لحظوي وليس فقط يومي أو نعم يعني اليوم السنتين هي بانتظار ما ستنتهي إليه الأزمة السورية ربما يعني المقصود أو هذا استباق أو توقع أنه لن يكون بإمكان الطبقة السياسية في لبنان أن تعين قائدا جديدا للجيش في المرحلة المقبلة نعم نعم الطبقة السياسية القوى السياسية في لبنان لا تستطيع أن تنتج تداول السلطة في هذا البلد وهي تأخذ لبنان إلى موضوع حساس جدا أنه إذا لم يتم تمديد للمؤسسات الدستورية والمواقع الشاغرة فهي تذهب إلى لحظة إعلانها دولة فاشلة الآن هناك يعني مراعاة من المجتمع الدولي للبنان في هذا الموضوع يعني تصوري بالعادي أي وفد خارجي رسمي لا يأتي إلى لبنان إذ لم يكن هناك حكومة أصيلة ومع ذلك يتغاضى الدوليون في هذا الموضوع ويأتون إلى لبنان ويلتقون بالحكومة المستقيلة أو هي في مرحلة تصريف أعمال هذا موضوع قانوني بالنسبة للقانون الدولي كتير حساس نحن لا ننتبه إليه ولكن هناك محاولة لتأجيل إعلان لبنان دولة فاشلة وهناك بنفس الوقت مراعاة من الدوليين لوضع لبنان الخاص فيتم التعامل مع هذا الواقع فيه بشيء من العطف والرعاية بانتظار الأزمة السورية ولكن لما نحكي عن سنتين نعرف أنه بعد عشرة أشهر تقريبا في عنا استحقاق رئيس الجمهورية البعض شايف أنه السنتين أولا إلى علاقة بهذا الاستحقاق وربما يكون هذا لناحية التوقع أن تشوب العقبات التي شابت بقية الاستحقاقات الحكومية والنيابية أيضا الاستحقاق الرئيسي في أيار الموقع قد يكون التعامل مع الاستحقاق رئيس الجمهورية هو على شكل آخر من التعامل اللي نشده الآن مع تمديد لمجلس النواب ومع تمديد القائل ما الذي يجعله يتم التعامل معه يعني أنا أعتقد أننا نذهب إلى فراغ وأنا لدي معلومات تقول أن حتى بكركي تتهيأ لمرحلة الفراغ على مستوى رئيس الجمهورية وأنها تعد نفسها لكي تؤمن نوع من المرجعية التي تعبئ هذا الفراغ بشكل انتقالي لماذا لا ينسح بالتمديد نحن لا نشجع ربما التمديد بالمطلق ولكن نحكي أن التمديد لشمل مجلس النواب وشمل تمديد لولاية حكومة تصريف الأعمال مع تعذر تشكيل حكومي والتمديد لقائد الجيش قد ينسحب أيضا على رئيس الجمهورية ما الذي يمنع هذا الأمر قد يؤدي هذا الاشتباك بين أطراف كبيرة لها علاقة أو هي موجودة في لبنان ولذلك أنا أمين أنه يكون في نوع من الفراغ الذي شاهدناه في المرة الماضية في عهد الرئيس أنا أريد أن أذهب إلى صلب الموضوع وإلى مقلب آخر منه هو غير متداول ولكن أعتقد أنه هو أساس كل ما يحدث الآن هناك نوع من الفيسبوك السعودي في لبنان الفيسبوك السعودي في لبنان يعرف ماذا لا يريد ولكنه لا يعرف وليس بالضرورة أن يعرف ماذا يريد الفيسبوك السعودي في لبنان كان يريد إسقاط حكومة مئاتي على اعتبار أنها حكومة حزب الله تدشينا لمرحلة جديدة اسمها العالم يريد عزيز حزب الله وهو نحن نعيش في مخاض وفي متاهات هذا الفيسبوك السعودي فإذا حتى السعوديين الذين يعرفون السعوديين يزمون بأنهم ليس لديهم خطة للبنان ولكن يعرفون ماذا لا يريدون في لبنان لا يريدون أن يكون حزب الله جزء من أي عملية سياسية لإنتاج السلطة من جديد في لبنان نعم رأيك بالتفصيل معك بالموضوع السيد ناصر خصوصا أنك طرحت عدة عنوين بالكلام اللي تفضلت فيها ولكن معي مباشرة عبر الهاتف أنا أبزياد أسود وعضو تكتل للتغيير والإصلاح للوقوف على رأي التكتل طبعا بعد ما سمعنا بالأمس كلام العماد عون تعليقا على تمديد لقائد الجيش صباح خير السيد زياد صباح النور يا هلا أهلا وسهلا فيك أهلا لأيلي كل باشك الكريم يا هلا أهلا وسهلا فيك بداية لماذا برأيكم طريكا عماد عون وحيدا في معركة رفض التمديد لقائد الجيش يعني أولا سمع كثير هذه كلمة طريكا عماد أنا أعتقد بي العكس تماما لأنه نحن عنا موقف نحن موقفنا مدعي ومبنع على نصوص قانونية ودستورية منطريكا وحيدا هو من يمارس السلطة منذ سنة التسعين بذات الأسلين وبذات النتائج أيضا لأنه ما بدنا ننسى النتائج دائما يعني نرتكب الأخطاء ونرجع نتحمل النتائج ومنحط على الآخرين تحت عنوان أنه الظروف الاستثنائية والأمر الواقع والضرورة والشرعي والمؤقت كلهم مع بعضهم شكلوا ما وصلنا إليه اليوم من حالة انهيار كامل لكل المؤسسات اللبنانية بكل مفاهيمها الأنونية والدستورية لذلك الصرخة الوحيدة الموجودة بعد لأقله يعني وقف مع الذاته ومع الضمير أنه فيه شخص اسمه نهيماد مشالعون بما يمثل عن بيقول استمرار هذا البطع وهذا النهج دون تغيير دون تعديل دون تضحيح معناتك كلنا متأميرون على الدولة اللبنانية وعلى شعبها ما بيصير شيء بالصدفة هيك يعني أنه بنعمل تمديدات ما بنعمل تعيينات بنترك الوضع بس ما نكون شايفين أن هذا الكلام ربما من حيث المبدأ قد يكون صحيحا السيزياد ولكن الواقع فعلا هناك وضع استثنائي وليست هذه ذريعة أو خجة واهية يعني هذا الوضع الاستثنائي فرض التمديد لمجلس النواب وأنتم ممن مدد لكم في هذا المجلس فرض أيضا يعني عدم تشكيل حكومي حتى الساعة هناك خوف من فراغ فعلي على مستوى قيادة الجيش ونحن في وضع أمني استثنائي محليا وأقليميا أولا الوضع الأمني والاستثنائي ما بيخلق بالصدفة نحن نخلق الفراغ والسلطة والمتوليين السلطة هن بيخلقوا إذا ما قاموا بيواجبهم وما مارسوا السلطة كما يجب أن يمارسوها وأخذوا قرارات اللازمة بالوقت المناسب لذلك وقت المنقول فراغ وقت المنقول استثناء معناتها هناك حكما تقصير من المسؤولين في الدولة عن وقيام بيواجبهم في الوقت المحدد وفي الظرف المحدد ما بتخلق هذه بالصدفة هناك تقصير وهناك ترك للمسائل كما هي وهناك بغوط خارجية نحن عم نجي نقول اللي من نوصل لحالة استثنائية بكرة هلأ بلشوا يحكوا بالتمديد لرئيس الجمهورية سنتان أنا بدي أسأل سؤال لشو مددنا لمجلس النواب تيكون سيد نفسه لحتى نرجع نمدد لرئيس الجمهورية بالوقت اللي مجلس النواب في يعمل واجباته هذه فرادية ممكن تخطر ممكن لا ولكن بتوصلك لذات النتيجة هناك خلل على مستوى ممارسة السلطة هناك خروج فاضح عن القوامين وبرعية طيب كيف ستترجمون هذا الموقف عمليا؟ شو الخطوة المقبلة العملية من بعد ما أعلنته بالأمس يعني عن أعلان جبهة وطنية لدفاع عن الدستور كيف ستترجمون هذا الأمر؟ هناك عدة توجهات لترجمة هذا الموقف ولكن بالأصل أنا ما بقدر إفهم كيف ممكن تتنارس السلطة من سنة التسعين لليوم نوصل لهذه النتيجة بدون نحسب مع الزيب أقله كل واحد من زاويته كيف منمدد أيام السلطة أيام الوجود السوري نبددنا نترك تعينات نترك وضع همي ندرك المجلس الدستوري نمنعه ونقوم بواجده بيجي مجلس النواب بمدد لحاله خلافا للأنون وبتمشي منتخب رئي الجمهورية خلافا للأنون بهذا المجلس وبتمشي وبنرجع من قول مجلس سيد نفسه سيد نفسه ما بيقبل هاي المخالفات لذلك وقت اللي بنوصل لواقع أنه صدنا مضطرين نمدد لقاء دجاج بماتة أنونية لا تمطبق على الواقع الأنوني وعلى الواقع السياسي الذي نعيشه معناته هناك خلل مش بس يعني بالحال نحن عميشها هناك خلل بمن يتولى المسؤولية هناك انحراف عن السلوك هل يمكن دستورية نتعن بالقرار بدي ألمك شغلة أكتر هذه الصرخة يجب أن تكون في عام 2005 وقد أتت بتأخرة نتيجة ظروف مختلفة منها رغبتنا بالتضمن منها رغبتنا بالحفاظ على العيش الواحد منها رغبتنا في الانخراج في الحياة السياسية وأعادة صياغتها من حسن استضمنا بشبكة عمرها 25 سنة يعني تسمح لنفسها بكل هذه الارتكابات تحت عنوان الظرف والاستثناء والأمر الواقع يعني هذا الكلام موجه للخلفاء قبل الخصوم أو للاثنين على حد سواء كيف سيترجم بعلق تقن مع خلفائكم بالبداية خصوصا يعني مع حزب الله وحركة أمل ومع تيار المرضى من ناحية أخرى يعني بعد الكلام بحق وزير الدفاع ستبلش بتيار المرضى لحتى أكون مرتاح مع حالي علاقتنا مع تيار المرضى ومع سليمان بيك ستبقى كما هي ونقطع السطر وأنا أجزم وأحسن بما أقول وبعرف لذلك لا خوف بس عم تحكي عن خلاف جوهرة كيف تبقى مثل ما هي وفي كل هذه المشاكل المبدئية اللي أنتم معتبرينها يعني أساسية في مسائل مبدئية أنا ما اخترعتها أنا ولا العمادة مش هلعو المبدئية موجودة بالكتاب موجودة بالنص موجودة بالسلوك العام بتروحي على دولة بالعالم هات بيطبقوا لقوانين نحنا مشكلتنا أنه نراعي الظروف الاستثنائية على حساب بناء الدولة وقوة الدولة وحيبة الدولة لذلك بدنا نختار بدنا ظروف استثنائية ومشاعات ولا بدنا دولة وليه طيب بس يعني مهمني إذا هلقد المشاكل كبرى وما رح تأثر على العلاقة على أي أساس بتستمر العلاقة إذن كما هي في قطوط عريضة إلى علاقة بالوضع اللبناني ككل بالمصلحة الوطنية بالسيادة بالمقاونة بكل هول ما في خلاف الخلاف على شو الخلاف على بناء الدولة على بوصل البناء نحن ناسنا في دولة حتى اليوم وما شاهدنا من 25 سنة لا يؤسس لبناء دولة وما يحصل اليوم يهدم الدولة ولا يساعد على بناءها لذلك بدنا نحصم كلنا كاللبنانيين من كل الطواقف والمزايا إذا بدنا دولة واحدة تجمع كل اللبنانيين في شراكة فعلي في مسلنات إلى العلاقة بالسيادة وقوة لبنان وهيبة لبنان وفوقه على رأسه الدستور وتطبيقه بشكل صحيح القوانين واحترامه من كل الناس من فوق لطاحت وإلا فيه كارثة كبرى على الشعب اللبناني وقد تذهب إلى أبعد من هذه هذه الكارثة إذا لم نستدرك هذه المخاطر يعني العلاقة لن تتغير لا مع تيار المرضى ولا مع الحلفاء في فريق 8 أذار بموضوع المؤومة وبموضوع تيار المرضى وسليمان باك أنا أقوله أحسم وأجزه يعني هون على حساب بناء الدولة لا مش على حساب بناء الدولة عم تقول ما أنك شايف عنده المشروع لبناء الدولة أنا لا 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 ما شفت فيه مشروع لبناء الدولة كل هذه المخالفات التي ترتكب تمديد للمجلس تعطيل مجلس الدستوري واحد تيد أخيي أنا عندي حق بالمراجعة بتعطيلي إياها إلى أين أذهب أستاذ زياد خي تايمن متى ستتقدمونا بالطعن ما بعرف هلا هذا موضوع سابق لقوانه بباعتقد أنا اليوم هيدا جير البحث فيه على كيفية اتخاذ القرار لأنه بكل الأحوال نحن كان هذا القرار لا تنطبق عليه شروط المادي 55 لأنه شروط المادي 55 تقول بأمرين أو بثلاث أمور بس الأساس منها أن يكون هناك إعلان حال الطوارئ وأن تسلم كل القياد الأمني إلى الجيش اللبناني لذلك فيما لو فرض أنه هناك فراغ على هذا المستوى يمدد ليس يمدد لأنه يكلف أو يؤخر تسريحه بينما ما يحصل اليوم هو تنديد وهو حتى مخالف بالشكل لنص المادي 55 شكرا لأيك أنا أبزياد أسواد عدو تكتر التغيير والإصلاح على سلافيك أستاذ ناصر شو تعليقك يعني كنت أحكي معك قبل ما نحكي بالدوري الصعودة لأن بعشي كمين أنا فكرت الصحف حتى ما أرجع قطعك عن جدي خلنا نحكي شوي بس بالموقف من العماد عون يعني ومثل ما قلت نطوري كوحيدا واليوم في علامة استفهام حول مقصير التكتر وليش هيك عملوا فيه يعني أكتر من مرة يعني بيخيبولوا أمله ومع بيقفوا حده بمواقف يراها فعلا مبدئية خصوصا وأنها لناحية الدفاع عن الدستور وعن المؤسسات وعن عمله تداول السلطة يعني أولا ما حدا بيقدر يقول أنه هو مع التمديد ومع تعليق العمل بالاستحاءات الدستورية وطبيعي صرخة العماد عون هي صرخة محترمة أقل على المستوى الدستوري وعن مستوى تعبير عن الرغبة بناء الدولة ما حدا يسمعه ولكن ما حدا يسمعه يعني قصة تانية يعني أنت تعرف أنه قبل ما يتأخذ قرار التمديد للجنرال أهواجي للعماد أهواجي عفوا كان صار لقاء بين السيد حسن نصر الله وبين الجنرال ميشيل عون وبهذا اللقاء تم وضع الأوراق كلها على طاولة البحث ومن ضمنها كان التمديد لقائد الجيش فأنا بحسب معلوماتي أنه السيد حسن نصر الله يعني قال له نحنا لا نمدد لقائد الجيش لأننا نريد التمديد لقائد الجيش ولكن لا يوجد هناك يعني بديل عن هذه الخطوة وإذا كان لديك بديل فحاول ونحن إذا نجحت سوف نقوم معك وما هو مطلوب مننا سوف نفعله ولكن لدي شرط واحد أو تمني واحد وهو أن نصل إلى لحظة فراغ على مستوى المؤسسة المؤسسة قادة الجيش والجنرال عون كان موافق أنه لا يجوز أن نصل إلى لحظة فراغ في هذه المؤسسة الحساسة كيف كان موافق بالإجسماع؟ أنا أقول ما عندي قد أكون مخطئ ولكن أظلم أنني أقاطع معلوماتي فقال له فوعدا للعماد عون بأنه أيضا هو لا يريد أن يصل إلى لحظة فراغ على مستوى المؤسسة العسكرية ولكن الاتفاق كان أنه يجرب وإذا نجح وإذا وصل إلى حصيلة معينة فإن حزب الله سوف يكون إلى جانبه وإلا فإنهما سوية سيذهبان لعدم حصول فراغ في المؤسسة العسكرية الجنرال عون أكد أنه هو يضمن بأنه لا يصل هذه المؤسسة العزيزة على قلبه نحن نعرف إلى لحظة الفراغ كيف تفهم إذن الهجوم الذي قامه بالأمس على قرار التمديد ووصفه بالإلقلاب وما إلى ذلك هاجم قرار التمديد ولم يهاجم حلفاء نحن نستفش حتى نكون نحن نستفش هل كان لهذا القرار أن يمر لو لا إجماع الحلفاء والخصوم عليه؟ القضية في هذا الموضوع من زاوية حزب الله تحدثت لك عنها هكذا حصل وهذه النتيجة ولكن قضية التمديد وهجوم عون على التمديد هو أمر آخر له علاقة بشعار يرفعه بأنه ضد التمديد منذ مجلس النواب وصولا قد إلى رئيس الجمهورية إذا ترح هذا الموضوع في وقت لاحق ولكن القضية ليست هما يخشه أكثر يعني التمديد لرئيسة الجمهورية ليس لب القضية هو موقف حزب الله من موضوع التمديد حزب الله طرف حاول أن يصل إلى قواعد مشتركة مع جنرال عون ولكن لم تسائب الظروف أن تكلل هذه شو لب القضية رئاسة الجمهورية؟ لا لا لم أقول أنا أقول أنه أنا أسأل شو لب القضية لب القضية هو أن لبنان أن القوى السياسية في لبنان جميعها لا تستطيع أن تنتج تداول للسلطان هذا اللي حكيتني فيه بالفيديد نفس الأزمة هو عجز غارق فيه معظم القوى السياسية أو كلها لأسباب مختلفة ولكن السبب الأساسي السبب الأساسي يكمن في الهجمة السياسية على حزب الله في لبنان هذا السبب الأساسي هو الذي عطل كل شيء نعم وبالنسبة للعلاقة بين حزب الله حتى هذا سؤال مطلوح جدا ويطم أحيانا ترحوا بساكل موارب وأحيانا ترحوا بصراحة تبين أن العلاقة بين طيال وطن الحر وبين حزب الله هي أشبه بمبنى بعدة طوابق تقصد أنه متين يعني؟ لا الطابق الأساسي فيه هو طابق استراتيجي يعني هم في حزب الله يقولون أن العماد سهولته في أنه استراتيجي وصعوبته حينما ندخل معه في التفاصيل الطابق استراتيجي هو طابق متين ولكن الطوابق الأخرى حتى الآن لا تزال عارية من أي أثاث فيها أنا أعترف بذلك شيء عم تهتز موقع للآخر ولكن ما يجعل المبنى صامدا هو الطابق الاستراتيجي الموجود فيه أساسا الفكرة لإقامة نوع من التشارك السياسي بين الحالة العونية التي تمثل المسيحية الجديدة أو المسيحية المشرقية هكذا فهمها الغرب وهكذا هي قدمت نفسها للمجتمع اللبناني وبين حزب الله الذي يمثل الصعود الشيعي هي أول مرة طرحت هذه الفكرة في باريس وليس في لبنان وقبل أن يكون هناك وثيقة مرم خايل والتي طرحها في باريس هم منظروا وزارة الدفاع الفرنسية وكان عون لا يزال أنذاك منفيا هناك وطرحت عون يعرف ذلك وحزب الله يعرف ذلك قالت النظرية أنه في مقابل أن هناك نوع من الخفوط لدى الطائفة المارونية التي هي تحوي على نوعيات وعلى إمكانات هناك أيضا بالمقابل صعود لدى الاجتماع الشيعي فيجب أن نحاول دمج هتين الطائفتين في حركة التفاعل واحدة من أجل إعادة إنتاج حيويات لإقامة الجمهورية الثانية في لبنان تم تبني هذه النظرية وتجلد ورقة التفاعل تم التنظير لها في باريس بداية ثم بدأ إثر ذلك التعاون على المستوى النقابي بين العونيين وبين حزب الله طبعا لم تكن هذه النظرية ترمي إلى عزل الطواقف الأخرى ولكن هي خلق بما يسموه في باريس المادة التاريخية لجمهورية الثانية في لبنان نعم سمح لي تقف مع جولي على بعض الصحف مع زميلي كريستين ومن بعده من تابع حوارنا إليك كريستين من الحديث الذي ابتدأته في كاترين أنت وضيفك سنتابع الجولة ومن صحيفة الأخبار تحديدا وموضوع التمديد للقائد العماد جون أهواجي الأخبار عنونت اليوم التمديد لقهواجي يفرد تكتل التغيير والإصلاح بحسب مصادر رفعة المستوى في فريق 8 أذار فأن قرار التمديد الذي وافق عليه أركان هذا الفريق من دون أي اعتبار لرأي عون وضع عمليا حدا لعمر تكتل التغيير والإصلاح الذي يمثل اتلافا من كتل عديدة بينها كتلة التيار الوطني الحر وكتلة المردة وفيما يرفض بعض مسؤولي التيار وحلفائه هذه النظرة المتشائمة لمستقبل التكتل يؤكد آخرون من القوى ذاتها أن عون سيتعامل في المرحلة المقبلة على أساس أن تكتله يضم نوابه حصرا والدليل على ذلك الدعوة التي وجهها الجنرال إلى إنشاء جبهة وطنية للدفاع عن الدستور دائما مع هذا الموضوع وهذه المرة من صحيفة السفير في منشات السفير اليوم عنوان أمر اليوم قهواجي مجددا ومن المعلومات الواردة في المنشات قالت مصادر واسعة الاطلاع أن التمديد لقهواجي سنتين هو أمر مفيد وحيوي للمؤسسة العسكرية لأن التمديد لمدة أقل قد يسبب نوعا من الارتخاء داخل المؤسسة وفي العلاقة مع قائدها في حين أن جعله يمتد لسنتين يعزز الوضع المعنوي لقهواجي وتماسك الجيش حوله مصادر السفير اعتبرت أن طلب قهواجي التمديد له سنتين يثبت أنه ليست لديه نية مضمرة للترشح إلى رئاسة الجمهورية التي يحين موعد انتخاباتها بعد أقل من عام من الآن والآن ننتقل إلى صحيفة الجمهورية وجديد السياسة بعيدا عن موضوع التمديد للعماد قهواجي دعا مرجع سياسي بارز إلى انتظار ثلاثة خطابات محطات ستتوالى بدءا من غد حيث سيكون لرئيس الجمهورية خطاب في عيد الجيش يتوقع أن يتضمن مواقف تحمل في مطويها مؤشرات على ما سوف يكون من حلول على المستوى الحكومي وأيضا سيكون هناك خطاب للرئيس سعد الحريري بعد غد الجمعة خطاب متلفز خلال أفطار هو الأول من نوعه يقيمه تيار المستقبل خلال هذا الشهر المبارك في عدد من المناطق ويحدد فيها الحريري مواقف من مجمل القضايا المطروحة وأبرزها الوضع الحكومي وسيسبق خطاب الحريري خطاب آخر للسيد حسن نصر الله يسبقه بساعات قليلة وهو يأتي خلال يوم القدس العالمي وسيعلن نصر الله جملة مواقف تتناول القضايا الداخلية والإقليمية والدولية وأكد المرجع للجمهورية أن المواقف التي ستتضمنها الخطابات الثلاثة ستؤشر إلى الخيارات التي يمكن اللجوء إليها لحسم ملف تأليف الحكومة ومصير الحوار ومن لبنان إلى سوريا هذه المرة ومن صحيفة الحياة معلومات خاصة أفادت مصادر عسكرية أمريكية بأن إدارة الرئيس باراك أوباما وافقت على خطة مبنية على الاقتراحات التي قدمها أخيرا رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارتين ديمسي من أجل التعامل مع الوضع السوري وتعتمد هذه الخطة على تنفيذ خيارين من الخيارات الخمسة التي اقترحها ديمسي وهما تزويد الثوار بالعتاد والسلاح وتدريبهم خارج سوريا في مرحلة أولى ومن ثم إنشاء منطقة آمنة على الحدود السورية إما في الشمال أو الجنوب أو كلاهما تعتقد مصادر الحياة بأن الاتجاه هو لأعطاء أولوية لجبهة الجنوب والتركيز على أعداد كتائب من الثوار تكون مدربة تحت إشراف أمريكي ومجهزة بعتاد توفره الإدارة الأمريكية وحلفاؤها من أجل السيطرة على المنطقة الممتدة على طول الحدود مع الأردن بعمق يصل حتى أربعين كيلو مترا لتكون منطقة آمنة يتجمع بها السوار والمدنيون ما يخفج جزءا كبيرا من العبء الذي بات اللاجئون السوريون يشكلونه على المملكة الأردنية ننتقل الآن إلى صحيفة الوطن السعودية ومن الوطن أخبار من مصر عن اللقاء الذي جمع كاثرين أشتن بمحمد مرسي في زنزانته تضمنت صيغة التي طرحتها كاثرين أشتن على محمد مرسي خلال اللقاء الإفراج عن معتقلين الإخوان المسلمين وبقية فصائل التيار الإسلامي مقابل فضة اعتصام مؤيديه في ميدان رابعة أشتن نقلت إلى مرسي تعهد السلطات المصرية باستمرار ممارسة حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان نشاطه السياسي بشكل قانوني وسماح له بخوض الانتخابات المقبلة مقابل تعهد أنصار مرسي بوقف كافة أنشطتهم الاحتجاجية إلا أن مرسي لم يبدي ترحيبا بعرض أشتن وأكد تمسكه بشرعيته كرئيس للبلاد والآن ننتقل إلى معاريف الإسرائيلية وبعض الأخبار عن المفاوضات المستجدة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني معاريف تنشر وثيقة توضيح قرار إسرائيل العودة إلى طاولة المفاوضات تركز الوثيقة على شرح مغازي الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعودة إلى المفاوضات انطلاقا من مثلث مصالح إسرائيلية هي محاولة استنفاذ فرص التوصل إلى تسوية سلمية منع وعرقل التطور ميول سلبية في الحلبة الدولية ضد إسرائيل وأن نكون مستعدين لمواجهة التحديات والفرص من حولنا تشدد الوثيقة على أن العودة إلى المفاوضات تمت استنادا لطلب نتنياهو وليس استجابة لشروط مسبقة من دون إعلان إسرائيلي بأن المرجعية هي خطوط العام 67 ومن دون تجميد الاستيطان في يهودة والسامرة الضفة الغربية ومن دون الإفراج عن معتقلين قبل بدء المفاوضات وتضيف بأن نتنياهو أكد تمسكه بحل الدولتين على أساس دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بالدولة اليهودية إلى الديلي تاليغراف البريطانية وهذا الخبر كشف مسؤولو الهجرة في بريطانيا النقاب عن أن ما يصل إلى نحو 100 من مجرمي الحرب المطلوبين في شتى أنحاء العالم يلجأون إلى بريطانيا سنويا ووفقا لملفات إدارة الهجرة أكثر من 800 مشتبه بهم في ارتكاب جرائم وحشية في بلادهم عثرت عليهم السلطات منذ عام 2005 وهم يحاولون التخفي داخل البلاد أو يسعون للحصول على مأوى وإقامة على رغم من رفض معظم طلبات هؤلاء للجوء أو الإقامة لا يزال عدد كبير منهم يعيش في بريطانيا بسبب قوانين حقوق الإنسان التي تمنع ترحيلهم إلى بلادهم خوفا من تعرضهم لمعاملة سيئة ونختم الجولة مع صحيفة الديلي ميرر أيضا البريطانية وبعض النصائح أو الوصايا العشر لتحسين المزاج أولا الذهاب إلى المسرح أو السينما وليس التسوق اثنين تحديد يوم للخروج مع الأصدقاء شرب الشاي بنكهة الموز القراءة وعدم مشاهدة التليفزيون لفترة طويلة شراء الظهور التطوع والعمل الخيري تناول الشوكولات الاستماع إلى الموسيقى التي تحب اكتشاف المزيد عن شجرة العائلة وأخيرا الابتسامة بهذا نختم الجولة ونعود إلى كاترين وضيفها شكرا لك بعد 11 التمديد هذا اللي يحسن المزاج دعا يعكر المزاج سأحكي معك سيد ناصر عن الدور السعودي التي تفضلت وأشرت لإله خصوصا أنك قلت أن السعودية اليوم تعرف ما لا تريده في لبناء ولكنها لا تعرف ما لا تريد وما لا تريده هو أنها لا تريد حزب الله أو تريد بالتالي أعزل الحزب كيف يترجم هذا الدور السعودي في لبنان وكيف سينعكس أو تكون تدعيته على ما نعيشه من استحقاقات وأزمات يعني بدأ هذا الدور بالهجوم السياسي على حزب الله في لبنان وبالتالي على لبنان لا يوجد تعملي فصل بين الأمرين بدأ بشباط الماضي والمسؤول عن تسريب تعليمي الدولي عن هذا الهجوم هو شخص اسمه ريتشارد أوتاوي ريتشارد أوتاوي هو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني وهو رجل موصوف بأن له علاقات مع الناتو ومطل على أجندة عمل الأجهزة الأمنية الأمريكية شو كانت كلمة تأثر؟ كلمة تأثر؟ أنه يجب البدء بعزل الحزب؟ لا كلمة تأثر يجب تغيير مفهوم النائب النفس يجب تغيير مفهوم النائب النفس شرحها أتاوي بأن الخطر على لبنان لا يأتي من النازحين أو من تداعيات الأزمة السورية على لبنان بل يأتي من إرهاصات اشتراك حزب الله في سوريا بالقتال ودور حزب الله في لبنان ودور حزب الله عبر العالم المحادثة الدبلوماسية مع أتاوي يسأله محادثه اللبناني وكيف أتيتم بهذه المعلومات أن لحزب الله كل هذه الأخطار فيقول أن هذه المعلومات السائعية وقد تم تحصيلها من أصدقاؤنا في لبنان بعد ذلك يستقيل الرئيس نجيب مئاتي فجأة بعد ذلك يستقيل نجيب مئاتي بشكل دراماتيكي ومن دون أي مقدمات فعلية لهذه الاستقالة ثم يكلف تمام إسلام الشخص الذي سمى تمام إسلام ويعتبر ترشيحه مسألة شخصية هو الأمير بندر بن سلطان بندر بن سلطان يكلف إسلام بأن يتولى رئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة ولكن بنفس الوقت ماذا يقول وفد المستقبل الذي زار الحريري منذ أيام وعاد يبلغ رسالة لإسلام يقولون له رسالة غير مفهومة بالمطلق تقول الرسالة إذا أردت أن تشكل حكومة فهذا شأنك وإن لم ترد أن تشكل حكومة فهذا شأنك ولكن المستقبل لن يشارك في أي حكومة ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنهم يضعون إسلام أمام مهمة مستحيلة وتقول المعلومات من اجتماع جدي أن الهدف الأساسي هو أخذ لبنان إلى فراغ والفراغ يجب أن يتم تحميل مسؤوليته إلى حزب الله وأن هذا جزء من إطار الضغط السياسي على حزب الله من أجل أمرين أولا سحبه إجباره على الانسحاب من سوريا ثانيا إجباره على اعتبار دوره العسكري هو دور انتهى أو أنه دور سيكلفه وسيكلف لبنان ثمنا باهظا الأرار الأوروبي الأخير باعتبار الجناح العسكري لحزب الله رهابيا هو ليس ضد السلاح هو ضد دور السلاح فإذا نحن أمام فيسبوك السعودي وهناك كثير من التفاصيل لكن هناك مبالغة أيضا في حصر كل المشاكل التي نعيشها اليوم والخطر من الفراغ فقط بالدور السعودي أولا بالنسبة لإستقالة الحكومة هل تهمل كل العوامل الداخلية التي أدت إلى استقالة الرئيس ميقاطي كانت متوقعة بالنسبة لكثيرين منذ المشاكل على المحكمة الدولية وبعد ذلك اغتيال اللواء يسمى الحسن دائما كان يهدد بالاستقالة كان هذا الأمر واردا إلى أن جاءت مشكلة لا أشرف ولا أشراف وما إلى ذلك من أمور أصبحت معروفة وإذا كان هذا الأمر فعلا كما تقول وأن تمام سلام جاء أيضا بتسمية سعودية تحديدا ومن بندر بن سلطان كما قلت لماذا صارت قوة مني أذار في هذه التسمية ووجارت السعودية في هذا الدور سؤال منطقي ولكن أنا لا أتحدث عن مؤامرة أنا أتحدث عن معلومات أصبحت موسقة في الكثير من المحاضر الدبلوماسية في لبنان وخارج لبنان ولا أستنتج أنا أتحدث ما يوجد من المعلومات مئاتي خلال فترة ما قبل استقالته كان الرجل الأقوى دوليا هو الذي كلفه فريدريك هوف بمتابعة ملف النفط الغاز في المتوسط هو الذي قال عنه ساركوزي بأنه ليس بالإمكان أفضل من مقاطي قرئيس الحكومة في هذه المرحلة هو الذي كلفه البريطانيون من خارج مجلس الوزراء بأن يتابع معهم وعبر مندوب هو يعينه لحل الملفات العالقة في الموضوع الفلسطيني فالداخل كان في ضغط عليه خصوصا من طايفته إذن هو أخذ راعي هذا الجانب ولكن مئاتي كان الرجل الأقوى دوليا في لبنان طوال الفترة الماضية من الذي تغير فجأة لقد امتدح في الخارج لأنه هو صاحب نظرية النائب النفس فمن الذي دفع واشنطن ودفع بريطانيا ودفع الغرب لأن يعتبر المفهوم النائب النفس كما كان ليس مجدن وأن الأفضل أن يوجه هذا المفهوم ليصبح ضد حزب الله وأنا لا أتكلم هنا استنتاج أنا أقول لك معلومات هذا الموضوع كان له علاقة ببدء حملة سياسية قوية ضد حزب الله في لبنان لماذا صارت الحزب ومعه 8 آذار بتسمية تمام سلام نعم لأن الحزب في الموضوع اللبناني هو لبناني هو الإمام موسى الصدر هو نبيه بري ولكن في الموضوع الإقليمي الحزب لديه إنجازات منذ التحرير حتى الآن يدافع عنها بشراسة حينما يطرح عليه موضوع داخلي هو مستعد لأن يدور الزوايا حزب الله أعطى الثلث الضارب لـ 14 آذار في قبوله بأن يكون تمام السلام هو الرئيس للحكومة ما هو تمام السلام؟ تمام السلام ثلاث مواصفات هو أحد حلفاء جهة منخرطة في الحرب بسوريا هو 14 آذار وهو مسمى من السعودية ومن 14 آذار البعض شف أنه التفى على هذا الموضوع لأنه كان أصلا يحظى بأكثرية تمام سلام السؤال لماذا أعطى حزب الله أعطى سمى تمام سلام لأنه أصلا كان تمام سلام سيفوز سيحظى بأكثرية بالاستشارات الدينية لما دعمه نائب جنبلاط فلم يعد بإمكان 8 آذار بحسب ما يقوله الخصوم إلا أنه يسيروا في هذا الدعم وبالتالي يعرقلون فيما بعد عملية تشكيلة أنا متأكد لو أن حزب الله لم يسمي تمام سلام لكن هناك مشكلة في موضوع تسميته وجنبلاط أنت تعرفين أنه في هذه المرحلة يحاول أن يواكب حزب الله في قرارات إلى علاقة بإنتاج للحزب كان أعلم أنه سيسمي المهم تسمية حزب الله لتمام سلام أعضته أكثرية كاسحة وحزب الله في هذا الموضوع حينما يسمي هو يعرف أنه يعطي 14 آذار الثلث الضارب لأنه يعطيهم رئيس حكومة هو في صفهم ويعبر عن أجندتهم الداخلية وأيضا الإقليمية وكان حزب الله على ما أظن يتوقع أن يبادله 14 آذار الثلث الضارب بثلث الضامن حقا يكون هناك توازن داخل الحكومة ولكن حزب الله كان يعلم كان يعلم تماما أن إقالة حكومة ميآتي ليس المقصود بها ميآتي بل مقصود بها مفهوم لهذه الحكومة كان يسمى في الغرب بأنها حكومة حزب الله وكان يعرف بأن ما يحدث هو بدء مصاب من الحرب السياسية عليه ولذلك عندما قال عندما سأله الرئيس سجيب ميآتي عبر وفيق طفا فيما أظن أنني ماذا سأفعل قالوا له افعل خياراتك لأنهم يعرفون أن القضية ليست موقف الرئيس نيجيب ميآتي القضية هو قلب صفحة في الاشتباك يعني هذا يعني أنهم كانوا يعرفون أيضا أنه لن يتم القبول بالسلس المعطل طالما أنه عرفوا بمجرد استقالة الرئيس ميقاطي أنه بلشت الحرب على الحزب مطلوب عزله فكان يعني متوقع أنه ما رح يجو يقبلوا معهم الحكومة على شكلة الحكومات السابقة يعني أيام المساكنة وما إلى ذلك يعني من الحكومات نعم ولكن فهون ما عليش خليل حتى أطرح فكرة الفريق الآخر يعني هني بيشوفون أنه أحرجوا للرئيس السلام لما سموه كمانا لأنه صروا حقهم أنه يفرضوا شروطهم أيضا بينما كان ربما بإمكان الرئيس السلام لو لم يحظى بتسمية فريق باني أذار يصير بحكومة دون يعني شروط أو من دون أن يضطر لأن يراعي مطالب الفريق الآخر فريق باني أذار يعني تمام السلام هو في وضع لا يحسد عليه إذا سألت تمام السلام الآن ماذا يريد السعوديون أنا متأكد رح يقلك لا أعرف لا أعرف نعم وإذا سألت حسب آخر رسالي وصلته من المستقبل ماذا يريد منك المستقبل فأنا متأكد كمان رح يقلك بس هو قال أنه ما بلغوا السعوديين فيتو على مشاركة الحزب بالحكوم لم يبلغوه فيتو ولم يبلغوه عدم الفيتو هذا التصريح وهذا التصريح يدلل على الصدق اللي أقول لك أنه رجل أنا لا أنتقص هنا منه ولكن أوصف وضعه السياسي هذا الرجل الآن هو في لحظة لا يدرك ماذا يريد السعوديون ولا يدرك ماذا يريد فريقه لأنه أصلا الجمل التي تصل إليه هي جمل ناقصة وهي تتقصد أن تكون ناقصة أنا أقول لك ما يشبه تماما الهجم السعودية على لبنان الفيسبوك السعودي في لبنان نعرف ما لا نريد ولا نعرف ماذا نريد الذي يريدونه هو العالم يريد إسقاط حزب الله العالم يريد عزل حزب الله إلى آخر حزب الله فهذا الجو هذا الجو ما في حكومة طبعا بهذا الجو لأن القرار بتشكيل الحكومة هو قرار خارج لبنان وتحديدا بإيد السعوديين والسعوديون في هذه اللحظة هم في مرحلة هجوم مضاد في كل المنطقة في مصر كان لهم دور بإسقاط مرسي وفي سوريا هم اتخذوا قرار بما يسمونه بمزدوجين تحرير حلب وكل منطقة حلب وفي لبنان هم يقومون بحرب يعني يتخللها مشاهد أمنية أحيانا ضد حزب الله وفي اليمن أيضا منخلطين في السراء أينما تريدين هم في مرحلة هجوم مضاد لتحسين في لبنان المنخلطون فقط بعزله سياسيا أنا بأعتقد أنه القرار الأمريكي كما عبر عنه لاري سيرفرمان هو تحديدا الإنقضاض السياسي على حزب الله هذا هيك ولكن تحت هذا القرار يوجد هناك أجندات تحاول أن تستغل هذا القرار وتقوم بتنفيذ عمليات أمنية لا تؤدي إلى ضرب كل المنظومة الأمنية أو منظومة الاستقرار على شاكلة الاستهدفة التي حصلت مؤخرا متفجرة بئر العبد متفجرة بئر العبد في مضمونة وشكلة وكل تفاصيل هي رسالة صوتية تؤشر إلى إمكانية أن يجري عمل عجل عمل أمني تحت صقف الإنقضاض السياسي المطلوب أمريكيا نعم إلى أين سيصل هذا الدور الذي تحكي عنه وأيضا كيف سيتعاطى الحزب مع هذا الموضوع وهل هو بريء بشكل كامل من أي مسئولية عما ألت إليه الأوضاع خصوصا وأنه البعض يشوف أنه مشاركته في الحرب في سوريا أججت الفتنة السنية الشاعية وهذا الاحتقان المذهبي ما ربما يدعم مشاريع مثلي التي تفضلت وحكيت عنها وخطط من هذا النوع الصراع الهجم المضاد السعودي ما إلى علاقة بأنه مباشر بأن حزب الله تدخل في الكسير ربما أضافت هذا العامل إلى حساباتها ولكن الهجم السعودي إلى علاقة بحرب طويلة عريضة في المنطقة العراق هو واحد من ساحاتها اليمن هو واحد من ساحاتها قبل شهرين ثلاثة حينما كنا نتحدث مع السعوديين عن اهتمامهم في لبنان كانوا يقولون لنا أنه لبنان هو في وضع متأخر من اهتماماتهم لأنهم محاطون ببؤر متوترة وخاصة في اليمن وخاصة في البحرين والعراق وإلى آخره ولكن الآن السعودي يخوض معركة المشرق أيضا يخوض معركة المشرق بالارتباط بقضايا هامة تحصل وهي أصلا المفاوضات الجارية الآن التي ستجري في واشنطن بين الفلسطينيين والإسرائيليين هذه المفاوضات يعول الأمريكي فيها كثيرا على الدور السعودي جون بايدن بآخر اللقاء مع وزراء الخارجية العرب التي شرح لهم فيها عن رؤية أوباما وصف المبادرة السعودية للسلام بالوثيقة الضخمة بمبادئ تفكير أوباما يقول أنه لا بد من دور للجامعة العربية في هذه العملية وما تبقى من الجامعة العربية الآن هو السعودي بعد أن مصر ذهبت في متاهة جديدة وبعد انكفاء القطري لماذا حصل الانكفاء القطري برأيك الانكفاء القطري هو مؤشراته الداخلية موجودة من أربع سنوات هناك صراع بين جناحين في قطر بين جناح تميم الأمير تميم وعائلة موزا الأميرة موزا وهم أهل مسند أهل مسند هم الذين يمسكون بأجهزات الأمن في قطر وهؤلاء لديهم صراع مرير مع وزير الخارجية ورئيس الحكومة السابق حمد بن جاسم منذ أربع سنوات ويعملون على إقصائه ولكن حجم حمد بن جاسم الداخلي الكبير وحجمه الدولي كان بحاجة لعملية مبتكرة لإزاحته عن السلطة فمن هنا ارتأ الوالد أن يخرج معه سويا إلى خارج اللعبة من أجل أن يسهل على ابنه أن يحكم ولو أنه تم إقصاء حمد بن جاسم من دون أن يخرج معه الأمير الأب إلى خارج اللعبة لكان حمد بن جاسم قادر على أن يثير المشاكل في وجه اللعبة الداخلية هذا يعني اليوم السعودية هي اللعبة الوحيد في الملفات الإقليمية من مصر إلى سوريا إلى اليمن وصولا إلى لبنان السعوديون أصبحوا استردوا الآن يعني قيادة اللعبة باسم كل الخليج وباسم العرب المنشغلين في قضاياهم الداخلية نعم سأحكي عن سوريا بعد الفاصل بس أبن الفاصل سؤال سريع عن الحكومة إذن سنبقى من دون حكومة وسنصل حتى كما قلت في بداية هذه الحلقة إلى فراغ على مستوى رئيسة الجمهورية بانتظار ماذا لو استمرت الأزمة السورية لسنوات طويلة كما يتوقع لها ماذا يحل بلبنان على المستوى اللبناني لا يوجد أفق سياسي بالمطلق ناطرين نحن في ثلاجي نخشى أن تصبح مثل أهل الكهف أن تستديم الإقامة فيها الوضع الأمني باهتمام أوروبي وأمريكي والتمديد لقائد الجيش هو أحد التعبيرات عن هذا الاهتمام هل مضمون أن يبقى ممسوكا هذا الوضع خصوصا هذا ما استمر الفراغ لفترة أطول يعني المؤمل أن يبقى ممسوكا المطلوب دوليا أن يبقى ممسوكا الاتحاد الأوروبي جان فيما الرجل الثاني في الاتحاد الأوروبي يقول أيضا فيما حادثة دبلوماسية من فرات الأسابيع أن الاتحاد الأوروبي كان مستنفرا خلال الأشهر الماضية من أجل تحصين الوضع الأمن اللبناني الذي بدأ أن هناك إشارات قوية أنه ذاهب نحو التفلط والانفجار بس هل أدل إذا فيه قرار دولي بإمساك الوضع في لبنان وعدم إنهياره هل هذا يكفي في عوامل إشتعال داخلية متوفرة وموجودة عمشرة يومية ما الذي يضمن عدم الانفجار إنه الأد الضمانة الدولية مؤكدة لا حرب داخلية كبيرة بدون قرار دولي إشكالات أمنية في البلد بدون قرار دولي هذا أمر يحصل ولكن لا تتحول إلى حرب كبيرة أو إلى مشروع فتنة كبيرة لأنه بحاجة إلى تمويل وتسليح بطبيعة الحال سنتوقف مع فاصل من بعد من تقلل حديث عن الوضع في سوريا خليكن معنا براحة فيكم منشيد مشاهدينا وأبتابع برنامج الحدث مع ضيفي أصحفي والكاتب السياسي ناصر شرر أستاذ ناصر الوضع في سوريا يهمنا كثيرا خصوصا من أنه ختمنا المحور الأول على أساس أنه لبنان سيبقى في الثلاجة بانتظار انتهاء الأزمة السورية هل ستنتهي هذه الأزمة أم أنه إلى مزيد من التعقيدات الميدانية والسياسية يعني ما في شك أنه الأزمة السورية بعد الكثير دخلت مرحلة جديدة ميدانيا وسياسيا ودوليا وإقليميا أيضا يعني أصبحت المعادلة الدولية في سوريا أوضح لجهة تحشداتها الصراعية ولشة التسوي عمليا نحن نعيش مرحلة أن النظام يستفيد من التداعيات معركة الكثير ويحقق إنجازات جديدة في منطقة حمص في منطقة حمص النظام يصير وفق أجندة هي حرة من الضغوط الدولية عليها في منطقة ريف دماشيك هناك محاولات لاستعادة خطة روبرت فارد أي التقدم من جوبر باتجاه العباسيين وتحقيق إنجاز كبير معنوي للمعارضة في منطقة دماشيك من أجل إبرازه على مستوى الضغط فيه على جينيف 2 الذي أصبح مؤجلا مزل هذا الأمر ممكن ميدانيا منذ ثلاثة أيام حصلت محاولة تسلل من جوبر قابون باتجاه ساحة العباسيين ساحة العباسيين تبعد عن جوبر مسافة 500 متر فقط ولكن القوات الجيش السوري قامت بمحاصرتها مؤخرا وهي تقوم بمعالجتها ووصلت إلى مشارفها وإلا أن الأمر لم يحسن بعد وأجندة التدخل التسلل من جوبر إلى ساحة العباسيين هي أجندة معنوية ويراد منها أن تتم توظيفها في خدمة أن التوازن العسكري يتم تصحيحه وتوظيفه في التوازن السياسي ولكن المكان الذي تحتدم فيه صراع الإرادات الدولية والإقليمية هو حلب أنا كنت قلت بالماضي أن حلب تشبه في داخل الحرب السورية سوق الغارب داخل الحرب اللبنانية سوق الغارب كان ممنوع الحسن فيها وكانت هي مركز خطوط الحملة الدولية المتقابلة وكان انتظار حسمها هو انتظار للحظة نضوج العملية السياسية والتسوية السياسية هذا ينطبق على حلب الآن حلب يوجد قرار دولي بعد مؤتمر إيرلندا بعد قمة إيرلندا قمة مجموعة الثماني أوباما بوتين بأنه ممنوع أن يحقق النظام السوري إنجازات في حلب بالمستوى الإنجازات التي حققها هل هذا يعني أنه كان في ضوء أخضر للإنجازات التي تحققت في القصير وأمس تم الإنقضاض على المعادلة الدولية هناك ولم تكن الأمور وصلت إلى هذه المرحلة كانت الأمور لتزال يعني فيفتي فيفتي بالمعادلة العسكرية ولكن معركة الكسير قصرت هذا التوازن لمصلحة النظام بعد كسر هذا التوازن نشأ معادلة جديدة دوليا هي معادلة استلحاقية وتقوم أيضا السعودية بدور أساسي في قيادتها وهو أنه ممنوع أن يحدث في حلب ومنطقتها ما حدث كيف سيتحقق هذا المنع عمليا بفعلا خطة تسليح المعارضة كيف يتحقق هذا المنع بأن النظام السوري يدرك أيضا وهو لا يلعب في الهواء النظام السوري هو يلعب ضمن مفردات سياسية موجودة ويقرأها يدرك أنه يجب أن لا يعني يستعجل تحقيق إنجازات عسكرية في حلب الآن لا يستطيع النظام الدولي أو المجتمع الدولي أن يهضمها لأن ذلك سيطرك ردود فعل قد تكون غير مضطر بس هو قادر عمليا ولكنه قادر هذه هي النقطة الأساسية أنا مسؤول سوري يقول لي أنهم يقولون إذا لم نسقط حلب فإن هذا سيقوي موقعهم في المفاوضات ولكن حينما تعقد طاولة المفاوضات وتقول لنا المعارضة أننا نسيطر على حلب يمكننا أن نقول لهم طيب الآن الجيش السوري يذهب ويأخذ حلب منكم فهذه النظرية التي يقودها السعوديون بشكل خاص حول أن إنجاز عسكري في حلب كبير على مستوى كل المنطقة سوف يؤدي إلى إضعاف النظام السوري على طاولة المفاوضات هو أمر واهي وليس له أي أصلا هل سنصل إلى جينيف 2 يقولون حسب المعلومات السورية يقولون أن أوباما حدد الخريف المقبل لأن يكون موعد جينيف 2 ولكن يقولون أيضا أن الخريف هو ثلاثة أشهر ففي أي شهر من أشهر الخريف وهذا دليل على أن تردد السياسة الأمريكية تجاه الأزمة السورية لا يزال هو الغالب بكل الأحوال هناك محاولة الآن هناك محاولة سعودية جديا وهناك قرار سعودي أتخذ بشكل جدي للسيطرة على كل ريف حلب وكل شمال سوريا حتى أنهم يردون بمناسبة السيطرة إعلان السيطرة عليها تغيير النشيد الوطني السوري من حماة الديار إلى شهداء الديار حتى أنهم وضعوا النشيد الوطني رمزية هذا الموضوع ولكن تمت أوراق جديدة دخلت على لعبة الشمال في سوريا وهو الورقة الكردية بمواجهة كيف يمكن أن تؤثر هذه الورقة وهذا المعارك التي تحصل بين الأكراد وبين الجهديين وأطراف المعارضة السورية المسلحة إلى أين يمكن أن تؤثر في مسار الصراع نعم الورقة الكردية هي ورقة غاية في الأهمية على مستوى إقفال الجبهة الحدودية بين تركيا وبين سوريا يعني الإقصائر لعبت دور كبير في إقفال المد اللوجيستي اللبناني إلى سوريا والورقة الكردية هي القصير تبعت منطقة الشمال السورية تقطع الطريق هذه الورقة تربك اللاعب الكردي وتجعل الأردوغا يقاتل فوق دموغرافيا تخص أمنه الداخلي وليس فوق دموغرافيا تخص شعار إسقاط النظام السوري لا شك الورقة الكردية هي مفاجأة معادلات حلب التي فجرها النظام السوري فلذلك الآن الأمور هي في حمأة الاشتباك الإقليمي والدولي أريد أن أحكي عن الموقف الأمريكي كيف تفهم الموقف الأمريكي وهل ترى أن هناك تراجعا في هذا الموقف إذا نرى نظرة شاملة حتى بالنسبة لما جرى في مصر مؤخرا وسقوط الرئيس محمد مرسي وصولا إلى سوريا أيضا هل من تراجع أم أنها سياسة متعمدة منذ البداية الموقف الأمريكي في هذه اللحظة واضح جدا وهو لا يزال سمة الإرباك أو سمة التريث والانتظار والبراجماتية الشديدة العالية للمستوى هي المسيطرة على تعاطيه مع ملفات أزمة الربيع العربي سوريا مصر اليمن ليبيا إلى آخره ولكن هناك اندفاع جدي من قبل أوباما على الموضوع الفلسطيني الإسرائيلي وأوباما جدي في تحقيق إنجاز على هذا المستوى كان جديا في السابق ولم ينجح لم يحقق تقدم ولو خطوة واحدة ما الفرق اليوم خلينا نشوف ما الاجتماع الذي صار بين وزراء الخارجي العرب وبايدن وكيري في واشنطن بعد إطلاق العملية السلمية على المسال الفلسطيني الإسرائيلي هو يتحدث عن مبادئ تفكير لدى أوباما وعن رؤية أوباما لحل الأزمة للصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي أهم شيء عند أوباما أنه سوف يحدد مدى زمن قصير لمجمل هذه العملية السياسية وأنه خلال هذه العملية التفاوضية سوف يقول علنا أن عباس أخطأ أو نتنياهو أخطأ وأنه أيضا أكثر من ذلك في مبادئ تفكيره هو على يقين بأن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط هو مشكلة داخلية لأمريكا هذه النظرية هل سيساعده الإسرائيليون في هذه المهمة وهم الذين أفشلوا مهمته مع موضوع المستوطنات والإستيطان المتزايد بالمرحل السابقة لماذا يتعاونون اليوم مع أوباما وينجحون لأن النظرية عند أوباما الآن أنه لا يشتر السلام مع الفلسطينيين ولكنه يشتر الوئام مع أمريكا في هذه اللحظة التي يوجد فيها أجندات كبيرة أو ملفات كبيرة ليس هناك تفاهم قلي بينه وبين أمريكا بشأنها وهي ملف إيران وملف حزب الله وملف كيف نتعاطى مع الدول التي يوجد فيها ثورات عربية الآن فهو بهذه اللحظة بحاجة لأن يكون هناك نوع من الوئام مع الإدارة الأمريكية لأن الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا في هذه اللحظة هي مطلب إسرائيلي بامتياز بأكثر مما هو أسلعي حدود المفاوضات يعني أصد دولة مزوعة السلاء مقابل دولة يهودية نفس الأسطواني عن تتكلم أنا أقول أن أوباما ذاهب إلى محاولة حسم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولكن أنا أعلم أيضا أن أوباما ذاهب أيضا لتكريس ما هو منطقس من حقوق الفلسطينيين وإلى آخرية ولكن نحن نتحدث عن أمريكا عن أمريكا كيف تفكر بالمنطقة في هذه اللحظة أمريكا في هذه المنطقة تفكر بالمنطقة على أساس أن المجال الواضح أمامها هو تحقيق اختراق كبير على المستوى فلسطيني الإسرائيلي وبنفس الوقت وهذا يؤثر بطبيعة الحال فيما بعد على مصير الأزمات يعني من مصير إلى سوريا إلى الموقف السعودي يستثمر في أماكن أخرى على الرغبة الأمريكية بتحقيق اختراق على هذا الملف يعني هناك ثلاث مصيرات الآن سنسحدها على هذا الملف وأنا أعتقد أن هذا الملف هو الأهم الآن الملفات الأخرى سوف توضع في التنجي وسوف تعيش حالة انتظار بالنسبة معينة يعني قد يكون لبنان أكثر من سوريا وسوريا أكثر من مصر إلى آخر ولكن كلنا سوف ننتظر التسعة أشهر القادمة التي هي الموعد لأول مرة الذي حدده أوباما لإنهاء مجمل هذه عملية التفاوض هذه السعودي يستثمر في هذا التوجه لأنه أوباما بحاجة إلى غطاء الجامعة العربية هو يقول فيما بدأه وهي قد تقول أعلنت أو لم تعلن ولكنها موجودة يقول أنه بحاجة أنه لا تسوية في الشرق الأوسط من دون مشاركة أمريكية ومن دون دور للجامعة العربية في هذه التسوية فالسعودي يستثمر في هذا الموضوع ويريد أن يأخذ بالمقابل مكاسب في سوريا وهو أخذ مكاسب في مصر على فكرة بعض الحيويات التي أدت إلى إسقاط مرسي طبعا الشارع يريد إسقاط مرسي بأغلبيته ولكن بعض الحيويات قد مولت منذ خمسة شهر من كبر السعودي هو أخذ في مصر ولذلك هو يعتبر حاله السعودي أنه في مرحلة هجوم مضاد لأنه يعتبر أن إنجازه في مصر هو نوع من المنصة للانطلاق منها بتحقيق جد أخرى لبنان أيضا كلما اقترب الحوار الإسرائيلي الفلسطيني من موضوع حق العودة وموضوع مستقبل هو معني بشكل مواجه سوف يكون لبنان معني بترديد هذه المواضيع على أمنه ربما أو على وضعه السياسي إلى آخره الأردن أكثر وأكثر الآن يتم البحث عن إيجاد مناطق آمنة خارج الأردن لاحتواء النازحين السوريين والفلسطينيين الموجودين في الأردن لماذا الآن يتم ذلك لأنه الآن لا يتسع الأردن لأن يحمل قضيتين اجتماعيتين مع بعض فلسطينية وصورية لتخفيف العباء يريدون عودته إلى دوره الوظيفة الـ 48 وهو الإسفنجة التي تنتص النتائج الاجتماعية للنقب الفلسطيني فكل المنطقة الآن يتم هي بحالة بحالة من حالتين باختصار أما أنها مدعوة لانتظار بالنسبة مختلفة لفترة التسعة أشهر هذه التي ستتأتي أو أنها هي ستدفع أثمان هذه الأشهر التسعة لبنان في ملف حق العودي الأردن في محاكات لموضوع الوطن البديل السعودية في تغطية القرار الأمريكي بإنتاج تسوي كثيفي سريعة يعني واجبه سريعة التسويق الهامبرغر في التسعة تشهر بين الفلسطيني والأسرائيدي فإذن بإقتصار أنا خلص نعم نعم هي كلمة أخيرة إقتصار بس كنت تقول نحن في حالة التسعة تشهر فيهم تغيير لأجندة العمل وتغيير للبوصلة نحن رايحين لانتظار الآن لما سيحدث على المسار الفلسطيني الأسرائيدي نعم أشكر حضورك معنا أصحافي والكاتب أسياسي ألا وسط فيكم جديد إذا مشكلكم مشاهدين على متابعتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر